الحضر الكريم بحضراتكم في انطلاقات هذه الانطلاقات الصباحية والشوط التاسع وثالث الجولات في انطلاقة وتحدي من مسار ستة كيلومترات الشواط اللي داع مساعدين الكرام مستمرة وشوطنا الخاص بالمحليات الأصائل للأبكار ينطلق في هذه اللحظات ليعلن عن نجم جديد واسم جديد في الساحة الناموسية في الانطلاقات والتحديات في صباح اليوم وفي صباح المنافسات القوية على بركة الله يسير مشاهدين الكرام هذا الشوط بقوة الهداء وقوة الانستمتاع وقوة البداية المركز الأول وصلت غنايم في بداية الشوط تعود الملكية لعبدالله بن نايع بن مصبح النعيمي هو الان من يستفتح البداية ويسير على أول الطريق وهو للحاصلين على المركز الأول بينما المركز الثاني بن صغان تحتل المركز الثاني راشد بن مطر بالضبيعة في ثاني المراكز في هذه اللحظات أيها المشاهد العزيز أما المركز الثالث فالانتقال مباشرة إلى مغثة اسم من أسامي التحدي وأسم من أسامي صولات وجولات في الميادين ها هي مغثة لشريجي بن محمد بن محدن لاجتبي ولكن يا شريجي أكيد الحفاظ على هذا الاسم له وزن كبير وثقل مميز في التحديات تم المركز الرابع المسار نحو موجه تحتل المركز الرابع سعيد بن صالم بن حريكل من هالي يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات والمركز الخامس نقل إلى سرابة المركز الخامس سعيد الحفر الكريم سرابة علي بن مطر بالساحر الاجتبي من يحتل المركز الخامس والمركز السادس الشاهينية تتواجد في المركز السادس مكتوم من نواب بن نوح لبلوشي يحتل المركز السادس مشاهدين الأعزاء والمركز السابع انطلقت بشاير في هذه اللحظات ناصر بن سيب بن محمد النيادي يحتل سابع المراكز أما المركز الثامن يتواجد فيه مشاهدين الأعزاء حمد بن سالم المدهوشي ليقدم لنا الزريج في هذا الموقع وهذا المكان أما تاسع المراكز وصول من قبل الواصلة حمد بن سالم بن سليم الاجتبي يحتل هذا الموقع وهذا المكان عاشر المراكز شعار الحميري يتدخل هنا مع وجود أيضا زريج ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام عشرة اسماء عشرة انطلاقات عشرة تحديات في انطلاقاتي وتحدياتي هذا الصباح الجميل هكذا يوم الحفل الكريم مشاهدين أعود إلى بداية الشوت وأعود إلى تحدي هذه اللحظات عودة البداية وسار إلى المركز الأول وصدارة الشوت غنايم تحتل المركز الأول عبدالله بن نايع بن مصبح النعيمي الآن من ينطلق ويسير إلى المراكز الأولى وإلى صدارة هذا الشوت وإلى الانطلاقة القوية والانفراد حتى اللحظة يا السلام يا النعيمي لا زال في مقدمة الشوت وفي بداية المشوار بينما المركز الثاني اللي تليه في المركز الثاني موجة احتلة المركز الثاني تعود الملكية سعيد بن سالم بن حريك المنهالي هنا ينطلق على ثاني المركز ويدي أداء التحدي وأداء المنافسة القوية والمركز الثالث المركز الثالث من صغان راشد بن مطر بن محمد بضبيعة في المركز الثالث نشوف المركز الرابع وصول الآن من خلال هذه اللحظات وصلت سرابة علي بن مطر بالساحر يحتل المركز الرابع أيها الحفل الكريم المركز الخامس المركز الخامس وصول من بشاير ناصر بن سيب بن محمد النيادي أيضا في مشاركة هذا الشوت ولقاء الأخوة ولقاء التحدي والمنافسات أما المركز السادس حمد بن سالم المدهوشي يوصل الآن في هذه اللحظات وصلنا مشاهدينا الكرام ليقدم لنا الزريج في ملتقى هذا الشوت ويتحتل المركز الخامس أما المركز السابع فوصلت مغثة وشريجي بن محمد بن معدن الاجتبياتين في المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن مطر بن سعيد بن عبيد الحميري وكذلك الزريج الأخرى هنا متنافسة هنا مقدمة هذا اللقاء المركز التاسع المركز التاسع ننتقل إلى سرابة ناصر بن سالم بن علي القايدي القايدي يحتل المركز التاسع بينما المركز العاشر ها هي العاصية تحتل المركز العاشر لعفاس بلكريبي المري هكذا إذن المسار مشاهدينا الأعزاء في الانطلاقات والتحديات هكذا المسار أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء نعود إلى البداية ونعود إلى مسار التحدي والانطلاق حصلت تغييرات على المركز الأول وصدارة هذا الشوت والبداية مع بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي الذي سار إلى المركز الأول وغير في هذه اللحظات إلى الصدارة الأولى بينما المركز الثاني لا زالت هناك الأمور مشاهدينا الكرام بثلاثية هذا الشوت بالثلاثية المعهودة الثلاثية المعهودة ولكن المركز الثاني المركز الثاني يعود النعيم يعود النعيم إلى ثاني المراكز وهذه لحظات عبدالله بن نايع بن مصبح النعيمي المركز الثالث هناك سعيد بن سالم بن حريك المنهالي يلا يا مع تقديم موجة في موجة النموس في موجة التحدي وموجة ارتفاع الأسعار في انطلاقات الهجن بينما المركز الرابع ازريج متواجدة حمد بن سالم المدهوشي يحتل المركز الرابع أما المركز الخامس يصل القايد الآن مع السرابة يصل مع السرابة ناصر بن سالم القايد وصلوا خذ المركز الخامس المركز السادس العاصية العاصية واصلة مشاهدينا عزاو عفاس بن صالح بن كريبي المري 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 الله يا العاصية عصة الأوامر ولكنها مطيعة للأوامر مطيعة للأوامر في هذه اللحظات ها هي الأسماء حمد بن سالم بن سليم ايضا يتدخل مع سادع المراكز في هذه الاثنى وثامن المراكز سرابة لعلي بن مطر بالساحر اهل اجتبوا مشاهدينا الكرام نعود إلى البداية ونعود إلى التغييرات الذي طارت وجرت على مقدمة هذا الشوت لكن بقيادة تيش بقيادة العاصية العاصية غيرت وانتزعت المركز الأول صالح عفاس بن صالح الكريبي المري الله يا الكريبي الله يا عفاس هناك عفاس سم عفاس في مقدمة الشوت يا سلام المركز الثاني المركز الثاني زريج تعود الملكية لسيفة بن حمد بن صالم المدهوشي وصلد مشاهدين لسهيل بن حمد بن صالم المدهوشي يا سلام يا سهيل ياتي احتل المركز الثاني المركز الثالث بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي ولكن أعودي للبداية أعودي لعفاس بن الكريبي مع وجود عاصية على المركز الأول اللحظات الأخيرة 600 متر الأخيرة المثيرة في لقاء هذا الشوت ولكن عفاس عفاس الأمور في المركز الأول مع وجود عاصية 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 وعفاس في المركز الأول بينما تحاول هناك زريج تنتزع البداية والسهيل بن حمد بن صالم المدهوشي يحاول الله يسهيل تزهلت أمور السهيل في هذه الانطلاقة في هذه الانطلاقة السهيل انتزع المركز الأول مع وجود زريج 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 انتزعت البداية السهيل مشاهدين العزاء حمد بن صالم بن محمد المدهوشي سهيل بن حمد بن صالم المدهوشي ينتزع المركز الأول في هذه الانطلاق وهذا التواصل الله يجريد على المركز الأول سلام للسلطنة السلام على هذا الأداة سلام للسلطنة السلام على هذا التحدي تانينا والناموس لسهيل بن حمد بن صالم المدهوشي المركز الثاني هناك مشاهد ناصر بن سيبي بن محمد النيادي المركز الثالث عفاس بن صالح الكريبي المري والمركز الرابع المركز الرابع أرصاد سعيد بن عبيد بضبيعة يحتل المركز الرابع بينما المركز الخامس وصلت فيه سرابة ويأتي ناصر بن سالم القايدي من تواجد على المركز الخامس مشاهدين الكرام عموما على كل حال أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء تسع دقائق ثلاثة دراثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية هو توقيت الزريج ثانية ونموس الحسين بن حمد بن سالم المدهوشي من احتل المركز الأول وانطلاقة هذا الشوت المركز الثاني كان من نصيب بشاير ناصر بن سيد بن محمد النيادي حيث استطاعت ان تققع المساة في تسع دقائق أربعة ثلاثين ثانية وجزءا وحيدا من الثاني أما المركز الثالث في انطلاقة هذا الشوت كانت العاصية متواجدة في هذا الشوت وفي هذه المنافسة حيث قطعت المساة في تسع دقائق أربعة ثلاثين ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني تانينة لمالك عفاس بن صالح بن كريبي المري على هذا الفوزي والانتصار في انطلاقة هذا الشوت الذي ذهب أمامه